إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الطلبة سنقوم بحل هذا التمرين البسيط الذي يريد كثيرا في الباكالويو وفي طلبة كثيرين لا يعرفون الحل لاحظوا معي كيف أقوم بحل هذا التمرين بطريقة بسيطة التمرين يقول لدينا A يساوي 48 سؤال الأول عين باقي القسمة الإقليدية للعدد A على 7 يعني هذا هو الآن هذا هو إذن باقي قسمة A على 7 ثم السؤال الذي بعدها تحقق أن 6 توافق ناقص 1 بترديد 7 والسؤال الأخي ستنتج باقي 48 قوة 2013 ثم 48 قوة 2014 على 7 لاحظوا بكل بساطة سنبدأ بالحل الآن أنا قمت بكتابة عنوان الحل إذن تعيين باقي القسمة الإقليدية لـ A على 7 لاحظوا قمت هنا بقسمة 48 على 7 أعطتني النتيجة هذه أنتم تعلموها بالآلة الحاسبة تعطيكم النتيجة هذا هي النتيجة التي تعطيها لكم بالآلة الحاسبة كيف تفعلونه؟ قم بأخذ رقمين وراء الفاصلة فقط كما أنا فاعل هنا تابع يعني 0.85 قم بذربها في الترديد يعني في القاسم في 7 أعطتكم النتيجة 5.98 يعني بالتقريب قم بتقريبها تعطي لك 6 كم؟ إذن ها هو الباقي هو ستة إذن هو الباقي هو ستة وهو أصغر من الترديد وهو عدد مجب إذن الباقي هو ستة فقط الآن إذن قلت خذ رقمين وراء الفاصلة وقم بضربهما إذن 0.85 في 7 ستجد 5.98 أو 97 قم بتقريبها إلى ستة إذن الباقي هو ستة وهو عدد طبيعي موجب أصغر من الترديد الآن سنأتي إلى السؤال الثاني الذي يقول تحقق أن بأن ستة يوافق ناقص واحد بارترديد سبعة هنا بكل بساطة يعني الجواب قل لدينا لاحظ قل لدينا ماذا؟ لدينا ماذا؟ لدينا ستة هي عدد صغر من سبعة توافق ستة بترديد سبعة فقط أي عدد يوافق نفسه إذن لاحظوا هو الباقي كم؟ هو عدد موجب لاحظوا كيف أفعل أقول ستة توافق ستة ننقص الترديد فقط قم بإنقاس الترديد لاحظ الترديد هو كم؟ هو سبعة بترديد سبعة قم بإنقاس الترديد فقط كم توطي لكم؟ لو تلاحظون بالآلة الحاسبة أو بأذهانكم ستعطيكم ناقص واحد يعني ستة توافق ناقص واحد بترديد سبعة فقط هذا هو الجواب بكل بساطة هذا هو الجواب لأن لو تلاحظون إلى الستة والسبعة الستة والسبعة هم عددان مترادفان يعني لو ننقص سبعة من ستة تعطينا ناقص واحد لو ننقص ستة من سبعة تعطينا ناقص واحد بكل بساطة هذا ما يوجد في هذا الحال سنأتي الآن إلى استنتاج باقي قسمة 48 قوة 2013 على سبعة لما نجد السؤال استنتج فاعلم أن الجواب الذي قبله مباشرة سيكون هنا مباشرة لا غير قلت لا غير إذا لاحظوا ثمانية وأربعون هذه لدينا ثمانية وأربعون كم توافق يعني كم وجدنا لاحظوا وجدنا الباقي هو ستة بترديد سبعة ولكن هل يمكن أن نجعل هكذا ألفين وثلاثة عشر هنا وقوة ألفين وثلاثة عشر هل يمكن حساب ستة قوة ألفين وثلاثة عشر لا يمكن إذن لكن لاحظوا عندنا شيء آخر ستة ماذا توافق لاحظ الستة توافق ناقص واحد يعني يمكن حذف ناقص ستة وتعويذها بناقص واحد يعني تصبح هكذا تابعوا تصبح ثمانية وأربعون توافق ناقص واحد بترديد سبعة إنزى هذه الستة وحط في مكانها ناقص واحد الآن إذا قمت بوضع القواة لاحظ قوة ثلاثة عشر وأجعل هنا لكن لا تنسوا لقواة قوة ألفين وثلاثة عشر قوة ألفين وثلاثة عشر نقول عن هذا العدد ناقص واحد قوة ألفين وثلاثة عشر بما أن هذا العدد هو عدد عدد كيف؟ فردي إذا كانت القوة فردية تابعوا جيدا وهنا يوجد عندكم ناقص واحد ليس واحد فاعلموا النتيجة أنها تعطي لكم ناقص واحد مباشرة يعني تصبح ثمانية وأربعون قوة ألفين وثلاثة عشر توافق ناقص واحد بترديد سبعة توافق ناقص واحد بترديد سبعة قلت أكرر لأن القوة فردية والعدد هو ناقص واحد لو كان واحد قوة ألفين وثلاثة عشر تعطيكم واحد المشكل إلا مع النقص واحد الآن هل يمكن أن نقول باقي سالب؟ لا لا يمكن أن نقول يوجد باقي سالب بل نقوم بماذا؟ بإضافة الترديد مثلما قمنا بإنقاس الترديد نقوم بإضافة الترديد يعني هكذا ثمانية وأربعون قوة ألفين وثلاثة عشر توافق ناقص واحد الآن نضيف الترديد كي نتخلص من الناقص بترديد قلت بترديد سبعة لاحظوا يوافق كم؟ يوافق ستة بترديد سبعة يعني ثمانية وأربعون قوة ألفين وثلاثة عشر تعطينا لكم الباقي هو ستة الباقي هو ستة إذن الباقي هو ستة كل بساطة نأتي إلى السؤال الأخير ثم قال لاحظ ها هو ثم استنتج باقي ثمانية وأربعون قوة ألفين وأربعة عشر على سبعة بكل بساطة كذلك الجواب دائما يكون ينطلق من هذا المكان أكرر الجواب دائما ينطلق من هذا المكان يعني تصبح هكذا تابعوا جيدا يعني يصبح الأعمال هكذا تابع هكذا يعني ثمانية باقي الآن باقي ثمانية وأربعون قوة ألفين وأربعة عشر على سبعة بكل بساطة تصبح هكذا لاحظ تصبح ثمانية وأربعون توافق كم توافق ستة بترديد سبعة ولكن ماذا عندنا لاحظوا سنقوم بالتعويض هنا يعني نأتي بهذا الناقص واحد وأضعه في هذا المكان وأضعه في هذا المكان تصبح ثمانية وأربعون توافق كم ناقص واحد بترديد سبعة إن لم تفهموا قموا بحفظ هذه الأفكار فقط الآن ندخل عليهم القوى لأن القوى قال قوة ألفين ألفين وأربعة عشر هنا كذلك قوة ألف لا تنسوا القوى قوة ألفين وأربعة عشر لكن نعود إلى ناقص واحد قوة ألفين وأربعة عشر هذا هو عدد عدد كيف زوج إنه عدد زوجي كما تعلمون الأعداد الزوجية هي كل أعداد تنتهي بصفر واثنان وأربعة وستة وثمانية والأعداد الفردية هي التي تنتهي بواحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة الآن قوة زوجية مع الناقص واحد مباشرة تعطيكم واحد بكل بساطة إذا كان ألفين وثلاثة عشر يعطيكم ناقص واحد إذا كان ألفين وأربعة عشر القوة زوجية تعطيكم واحد مباشرة يعني تصبح ثمانية وأربعون قوة ألفين وأربعة عشر بكل بساطة كم تعطيكم؟ تعطيكم واحد بترديد سبعة وهو الجواب فقط الباقي كم هو واحد فقط أعيد الفيديو لعدة مرات ستفهمون هذه الفكرة أعلم أنها فكرة ربما في طلبة كثير لا يفهمونها لكن أعيد الفيديو مرات ستفهمها بإذن الله وزوروا صفحتنا على الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو وشكرا وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم وفي درستكم والنجاح في البكالوريا وشكرا